أعلنت شركة طيوتا اليابانية لصناعة السيارات أنها ستسحب أكثر من مليونين واربعمائة ألف سيارة هجينة بسبب عيب يمكن أن يتسبب بحوادث تصدم وذلك بعد شهر فقط على عملية سحب للنوع ذاته من السيارات وكانت المجموعة قد أعلنت في أيلول سبتمبر أنها ستسحب أكثر من مليون سيارة هجينة من أسواق في أنحاء العالم بعد الكشف عن مشكلة فنية يمكن أن تتسبب بحرائق المترجم للقناة